اشتركوا في القناة النص اللي عندي سيفل رايتس الحقوق المدنية ببساطة حقوق الإنسان هي الحقوق التي يكتسبها الإنسان كونه على قيد الحياة في حين أن الحقوق المدنية هي الحقوق التي يحصل عليها الإنسان كونه عضوا قانونيا في حياة سياسية معينة بمعنى آخر الحقوق المدنية هي حقوق المواطنين طبعا حقوق من الحرية الاجتماعية والسياسية والمساواة تحقوق المواطنين وحقوق المواطنين طبعا هم يضمنون الفرص اجتماعية مدساوية وحماية كمان مدساوية تحت القانون بغض النظر عن العرق الدين أو مميزات شخصية أخرى الحقوق السياسية والمدنية هي فئة من الحقوق التي تحمي حقوق أو حريات الأشخاص من الانتهاب من قبل الحكومات المنظمات الاجتماعية وشخصيات ذو حالي خاصة هم يضمنون حقوق الشخص لشارك في الحياة السياسية والمدنية وشخصية للمجتمع عن دستات والدولة بدون قمع أو طبعا قمع تمييز على عكس الأفكار الحقوقية الأخرى كحقوق الإنسان أو الحقوق الطبيعية طبعا فيها بهاي الحقوق الإنسان يتسب حقوقا مثل بالوراسة أو هيك شي بالطبع من الله أو الطبيعة الحقوق المدنية يجب أن تعطى وتضمن قبل قوة الدولة أو سلطة الدولة أمثلة على الحقوق المدنية هي الحق بالتصويت أيضا الحق بالمحاكمة العادلة أيضا الحق بخدمات الدولة أو الحكومة الحق بالتعليم العام أيضا واستخدام المرافق العامة حقوق المدنية هي عناصر جوهرية لديمقراطية عندما الأشخاص عندما الأشخاص عندما الأشخاص يمتنعون عن المشاركة في المجتمع السياسي حقوقهم المدنية تلغى أو تنكر أو تهدم أو ترفض بعكس الحريات المدنية وهي الحريات التي يتم تأمينها بوضع قيود على الحكومة الحقوق المدنية والتي يتم تأمينها للحقوق المدنية من قبل ماذا؟ من قبل العمل الحكومي الإيجابي غالبا يكون بشكل من أشكال التشريع قانون أو قوانين حقوق المدنية تحاول 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 قانون أو قوانين حقوق المدنية تحاول أن تضمن مواطنة ومساوية وكاملة للناس أو للشعب الذين تعرضوا تقليديا للتمييز على أساس بعض الخصائص الجماعية تاسك اي عم بيقول اختار التكملة الأكثر منائمة او ب أو سي عندما يتم ضمان حقوق الإنسان لكل شخص في المجتمع بعد الموت خلال فترة حياته بعد عمر 18 بعد عمر 18 بالمقارنة مع الحقوق المدنية الحقوق الإنسان فرغ إذن هي حريات مصنوعة من قبل الأشخاص أنفسهم ثلاثة الثلاثة لإستخدام المرافق العامي هو مثال لشو؟ human right natural right and civil right فور إذن فراغ تبريفين بيبول فرام بارتسبيتين 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 عم بيقول طبعا عندي urgent ملحة قانونية غير قانونية عندي 5 legislations are formed by the government 2 فراغ that people enjoy their civil rights legislations يعني تشريعات إذن تم تشكيل التشريعات من قبل الحكومة لفراغ الناس تستمتع بحقوقها المدنية إذا قلنا الشور تؤكد أو تضمن ignore يتجاه البروتكت يحمي جد كلمات في النص لديها عكس الكلمات التالية عندي 1 dead made 2 artificial مصطنع 3 unjust غير عادل 4 allowed مسموح 5 admitted 6 negative سلبي تاسك سي عم بيقول feel in the gaps with words from the books to come in the following paragraph أملأ الفراغات بكلمات من الصندوق لإكمال النص التالي عندي completed أكملة أبلغيشن من المستويات المدرسية والجامعية إن فراغ تزيز أكسس بالإضافة إلى أن هذا الوصول to education necessities لضروريات التعليم the right to education includes حق التعلم يشمل الفراغ of the students to avoid discrimination at all levels of the educational system طبعاً طبعاً يشمل الفراغ of the students الطلاب ليتجنب وإنسان التمييز at all levels في كل المستويات التعليم أو نظام التعليمي to set minimum فراغ of education and to improve its quality لوضع فراغ الأدنى من التعليم وتحسين نوعيته أو جودته vocabulary law idioms اللي هي مصطلحات بالقانون عم بيقول replace the underlined phrases in these sentences with the correct form of one of the law idioms in this list عم بيقول استبدل العبارات الموضوع تحتها خط في هذه الجمل بالشكل الصحيح لواحد من المصطلحات في القائمة أول مصطلح عندي بت الراون دابوش أو فينا نقول بت أباو الدابوش يعني يدور حول الموضوع يدور حول الموضوع an act of God يعني إرادة الله break the law يخالف القانون assemble the case يقوم بتجميع معلومات أو تجميع القضية buy the book يعني وفقا للقانون هلا هيك أنا أعطيتكم قربت لكم كثير عليها بالمعنى هلا رح نشوفها بمعاني التالية عندي when you should speak directly and ask for a race عم بيقول يجب أن تتكلم بشكل مباشر وتطلب ترقية don't hesitate in getting to the point لا تتردد بالوصول إلى النقطة أو يعني أنك تحكي زدة الكلام أو تحكي بالكلام المباشر يعني ما تتردد يعني ما تلف وتدور تمام هلا عم بيقول to the insurance company refused to pay the money because they said that the forest fire was the will of God طبعا شركة الضمان رفضت أن تدفع النقود لأنها قالت بأن الحريق في الغابة كان بقضاء وقدر يعني بإرادة الله three the layers were unable to collect data against demand المحامين لم يكن بمقدورهم أن يقوموا بتجميع البيانات أو المعلومات ضد الرجل for the man was forced to quit his job after it was discovered that he had acted against the law الرجل أجبر على ترك عمله بعدما اكتشف بأنه كان يعمل ضد القانون محامينة جيد وهو يفعل كل شيء تماما كما القوانين تقول الجرامر عندي relative closes يلي هو جمل الوصل task a عم بيقول read sentences one to five uncomplete there was below عم بيقول اقرأ الجمل من واحد لخمسة واكمل القاعدة في الأسفل عندي one is a tool which is used to make a hole in something الدريل هو أداة للثقب التي تستخدم لصناعة ثقب في شيء ما عندي two mobile phones are phones that you can carry around in your bucket الهواتف المحمول هي هواتف بإمكانك أن تحملها في جيبك three the man who worked in a printing company visited me last night الرجل الذي عمل في شركة الطباعة زارني الليلة الماضية for the woman whose car was stolen called the police المرأة التي سرقت سيارتها اتصلت بالشرطة five latakia where i spent my last holiday is a wonderful city عم بيقول اللازقية حيث انضيت عطلتي الأخيرة هي مكان wonderful الروز اللي عندي إياها relative closes tell you عم بيقول جمال الوصل الوصل تخبرك بأن سمعوا لنشوف عم بيقول which thing person or place we are talking about عن أي نحنا شيء عن أي شخص عن أي مكان نحن نتحدث يعني هي هيك بتخبرك بهالشي نحنا عن مين عم نحكي عن أي شخص عن أي شيء عن أي مكان كمان بتخبرنا ما هو الشيء ما هو الشخص ما هو المكان الذي نحن نتحدث عنه تمام فعم يقلنا use فراغ or for things بدنا نستخدم كذا وكذا للأشياء شو منستخدم نحنا للأشياء يأما منستخدم ذات يأما منستخدم which ومنعمل فيها جمل وصل ولازم تعرفوا أن الجمل الوصل هي جمل ناقصة ما لم يتم إكمالها بوحدة من هدول يا ذات يا ويتش يا أما هو يا أما وير مستخدم الوير للمكان أو مستخدم ذا الملكية تمام وفي عندي هو كمان للإنسان طيب هلالتاسك بي عم بيقول which words in the books do the definitions below describe complete them with the correct relative بالنون طبعا هو عم بيقول أنه أي من الكلمات بالصندوق لها التعريف الأسفل أو التعريف الأسفل يصفها يعني complete them أكملهم بالضمائر الوصل المناسبة bodyguard حارث photocap here آل التصوير بلا مسباك vacuum cleaner مكنسة كهربائية لاندريت غسالة غسالة أوتوماتيك عندي ون آفراغ إذا ماشين هي آلي فراغ ميكس كوبيس أو دي كومنت تعمل نسخ ل المستندات عندي تو آفراغ إذا بيرسن هو شخص فراغ روتيكت important people from being attacked يحمي الأشخاص المهمين من الهجوم ثري آفراغ إذا بلايس ويز واشين ماشين هو مكان بآلات للغسل فراغ يو كان واش يور بإمكانك أن تغسل ملابسك فور آفراغ إذا بيرسن شخص فراغ جاب تومين سنترال هيتين تابس أتس شخص مهنته أو عمله أن يصليح التدفع المركزية تابس الصنابير صنابير الماء فايف آفراغ إذا ماشين آلي فراغ يو يو تو كلين فلور عن كار بيت تستخدمها لتنظيف الأرضيات والسجات